شاركت وزارة الصحة وسكان في نسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية والمنعقدة في مدينة كيجالي برواندا وأكد مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي أشرف عبد العليم أن الهدف الأساسي للتحول الرقمي ليس فقط في تقديم الخدمة الطبية بشكل أسهل وأسرع وأكثر دقة بل أن تكون مكملة لبعضها البعض مع الخدمات الحكومية الأخرى حتى تنجح في استخراج المعلومات الدقيقة الداعمة لصنع القرار ترجمة نانسي قنقر